الأسئلة الخمسة قبل أن نبدأ في الدراسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن في التوحيد لأننا طلاب والطالب لا بد يسير على الطريق الذي خطوا لنا العلماء حتى نسأل لما وصلوا إليه ما اخترت الأسئلة With the 천si vs stone السؤال الثالث ما هي الأسئلة الثلاثة باختصار ما هي أسئلة القبر ما تسأل عنه في قبرك أسئلة الثلاثة ب Latino الم Peace ما الربك وما دينك وما النبيك عليه الصلاة والسلامة ما الفائدة من الدراسة الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه المصولة الثلاثة وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسلة القبر ماذا يحتوي هذا المثن؟ ما يحتوي على المسائل الأربعة؟ المسائل الأربع المصابر والدعم والدعم والصبر الثاني المسألة الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة الثالث لماذا ندرس التوحيد الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر ثم خاتمة الكتاب والله أعلم